له سؤال أخر أظن أنه أيضا يحتاج إلى مزيد التوضيح ما البدائل الشرعية لقلب الدين قلب الدين هي يعني قلب الدين يعني كل الوسائل التي يسعى بها المدين إلى ما كان يعرف بأنظرني وأزيدك فهو غير قادر على الوفاء فيأتي إلى المصرف له وسائل قد يتفقان على ما تقدم السؤال عنه من أمر المرابحة المنعكسة أو التورق المنعكس أو أي وسيلة أخرى يراد به الزيادة في المدة في الأجل مع ازدياد الدين هذه هي الخلاصة أنها صور لمعاملات يراد منها الازدياد في الأجل نظير الازدياد في الدين هذه لا تصح شرعا الآن السؤال ما هو البديل الشرع لا يلزم أن يكون المعاملة المحرمة أن يكون لها بديل الله عز وجل لما حرم الربا قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأبواب البيع واسعة أبواب الأخرى للتمول أيضا واسعة فكل الصياغ الأخرى الجائزة شرعا يمكن أن تلبي حاجة هذا المتمول نعم إذن ينظر في البدائل الأخرى البعيد عن الاحتيال البعيد عن مناهي الشرع الحنيف والله تعالى أعلم نعم نعم